موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام لاستعراض نتائج الانتخابات النيابية لمحافظات مملكة البحرين ونبدأ مع محافظة العاصمة ودوائرها التي تبلغ عشر الدوائر حيث فاز عادل العسومي عن الدائرة الأولى فيما ستجرى الإعادة بين سوسن كمال وفيصل بن رجف في الدائرة الثانية أما الدائرة الثالثة فستجرى كذلك الإعادة بين ممدوح الصالح ومهدي شرار والدائرة الرابعة ستكون الإعادة بين عمار البناء وعبد الرحمن بمجيد فيما ستجهد الدائرة الخامسة الإعادة بين ناصر القصير وأحمد السلوم وستكون الإعادة في الدائرة السالسة بين معصومة عبد الرحيم وعلي العطيش وفي الدائرة السابعة ستجرى الإعادة بين عفاف الموسوي وزينب عبد الأمير أما في الدائرة الثامنة ستكون الإعادة بين السيد محمد عاشور وفاضل عباس أما الدائرة التاسعة ستكون الإعادة بين زهر حرم وعمار أحسين وستجرى الإعادة في الدائرة العاشرة والأخيرة بين علي إسحاقي وإيمان إشويطر كان ذلك استعراض لنتائج الانتخابات النيابية لمحافظة العاصمة ودوائرها التي تبلغ عشر دوائر وإلى استعراض نتائج الانتخابات النيابية لمحافظة المحرق ودوائرها التي تبلغ ثمانية دوائر حيث ستجرى بالدائرة الأولى الإعادة بين حمد الكوهجي ومحمد الحسيني وفي الدائرة الثانية ستكون الإعادة بين إبراهيم النفعي وإبراهيم الحمادي وفي الدائرة الثالثة ستجرى الإعادة بين محمد العباسي وبين محمد جاسم العليوي وفي الدائرة الرابعة بالمحرق فاز فيها عيسى الكوهجي وفي حين ستجرى الإعادة بين محمود المحمود وخالد بوعنك في الدائرة الخامسة أما في الدائرة السادسة فقد فاز هشام العشيري والسابعة إعادة بين عمار جنبر ويوسف عبد الغفار والثامنة والأخيرة إعادة بين يوسف الذوادي وعبد الرحمن بوعلي وإلى استعراض نتائج الانتخابات النيابية للمحافظة الشمالية ودوائرها التي تبلغ 12 دائرة حيث شهدت الدائرة الأولى إعادة بين حبيب شبيب وكلثم الحايكي وفازت في الدائرة الثانية المرشحة فاطمة ليطري أما الدائرة الثالثة بالشمالية ستكون الإعادة بين حافظ الدوسري وعبد الله الدوسري وبخصوص الدائرة الرابعة ستشهد إعادة بين غازي الرحمة ونضال الشوملي وكذلك الخامسة إعادة بين سيد فلاح هاشم وأحمد يوسف فيما شهدت سادسة الشمالية فوز المرشح عبد النبي سلمان والدائرة السابعة إعادة بين أحمد الدمستاني ومنير سرور والدائرة الثامنة إعادة بين عبد الله الذوادي وعبد الله النجدي والتاسع إعادة بين عباس لعماني ويوسف زينل وفي الدائرة العاشرة إعادة بين باسم المالكي ومحمد العمادي والدائرة الحادي عشرة إعادة بين محمد أبو حمود وعالي الفضي وكذلك الثانية عشرة والأخيرة إعادة بين محمود البحراني ومريم مدن كان ذلك استعراض لنتائج الانتخابات النيابية للمحافظة الشمالية التي تبلغ 12 دائرة وإلى استعراض نتائج الانتخابات النيابية لمحافظة الجنوبية ودوائرها العشرة حيث ستجرى الإعادة في الدائرة الأولى بين نسرين معروف وأحمد العامر والدائرة الثانية ستكون الإعادة بين عيسى القاضي ومحمد الأحمد أما الدائرة الثالثة فاز بالمقعد أحمد الأنصاري وفي الدائرة الرابعة ستجرى الإعادة بين علي زايد ومحمد المهرفي والدائرة الخامسة فقد فازت بالمقعد فوزية زينل كما ستجرى إعادة الانتخابات في الدائرة السادسة بين المترشح عبد الرزاق حطاب ومحمد درويش وكذلك في الدائرة السابعة بين علي النعيمي وأحمد التميمي أما الدائرة الثامنة شهدت فوز أمحمد السيسي بالمقعد والدائرة التاسعة ستجرى الإعادة بين بدر الدوسري ونوار المطوح والدائرة العاشرة والأخيرة فقد فاز بالمقعد عيسى الدوسري كان ذلك استعراض لنتائج الانتخابات النيابية لجميع محافظات مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر